موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات مساء الخير برنامج هذا اليوم يأتيكم في رمضان كل يوم من الأحد حتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء ومع العناوين لهذا اليوم جهاز الأمن العام الشاباكي يكشف عن أن خلية تم توجيهها من سوريا خططت للاعتداء على رئيس الحكومة بين يمين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير باركاك المحكمة المركزية في حيفة دين محمد شناوي من حيفة بقتل رجلين على خلفية كراهية اليهود جامعة تل أبيب تتراجع عن تقديم الطالبين طارق طه ويوسف طه للجنة الطاعة على خلفية احتجاج الطلاب العرب ضد مشاركة المحاضر المصري السعد الدين إبراهيم في الجامعة بعد قليل سنكون في تل أبيب للتحدث مع الطالب الجامعي طارق طه ببث مباشر اندلاع حريق كبير يلتهم الأخضر واليابس بالقرب من كلية سفير في النقب شاب يحطم إشارة ضوئية في منطقة بير الأمير في مدينة الناصرة ويمضي في طريقه وكأن شيئا لم يكن المبادرة لإقامة لجنة لإفشاء السلام في مدينة الناصرة بعد قليل سنكون في الناصرة للتحدث مع الناشط السياسي وعضو اللجنة علي الزطمي ببث مباشر نشاطات لرسامين ورسامات في منطقة الناصرة خلال الشهر رمضان المبارك بعد قليل سيكون معنا في الاستوديو مجموعة من الرسامين ببث مباشر الكاتبة والمربية حياة بلح أبو الشميس من نيافة تطلق مشروع نتقاسم معا برمضان بعد قليل ستكون معنا في الاستوديو لتحدثنا عن المشروع ببث مباشر وتجهيزات لإمطلاقة مونديال 2018 في الخامس عشر من هذا الشهر في روسيا هذه العنوين في برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي مباشر ونبدأ ما الذي يدفع مواطن بتحطيم إشارة ضوئية وهي ملك عام يخدم جميع المواطنين وكأن شيئا لم يحدث لم تعود مشاهد الاعتداءات على الممتلكات العامة وفي موضوع آخر ما هي حدود حرية التعبير عن الرأي ضمن النشاطات السياسية التي يقوم بها طلاب وطالبات الجامعات وضمن أي موازين يدخل مبدأ حرية التعبير عن الرأي بماذا يصطدم مبدأ حرية التعبير عن الرأي وهل تلقنهم الأحزاب ما المسموح وما الممنوع ضمن مساحات حرية التعبير عن الرأي هل الأحزاب تقوم بتثقيف الطلاب طلاب الجامعات وتساعدهم لإسماع كلمتهم وإظهار تأثيرهم في قضايا حارقة داخل المجتمع العربي وما هي الطرق الكفيلة لإيصال خطابهم حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أصدف معي هنا في برنامجة اليوم المحامي يوسف مصارو مختص في القضايا الجنائية وسينضم لحقا إبراهيم إحجازي رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية أخ يوسف مساء الخير أهلا وسهلا بك ننتقل الآن إلى مدينة تل أبيب بجامعة تل أبيب تتراجع عن تقديم الطالبين طارقتا ويوسف طال لجنة الطاع على خلفية احتجاج الطلاب العرب ضد مشاركة المحاضر المصري سعد الدين إبراهيم حول هذا القرار ننتقل إلى تل أبيب للتحدث مع الطالب الجامعي طارق طهوة وطالب في اللغة العربية ودراسات إسلامية سنة أولى أخ طارق مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بك أخ بلال لك ولكل المشاهدين نعم أخ طارق إذا في إمكاني بس قرب المجريفون عساس أنه نسمعك وسؤالي لك إذن كيف تلقيتم قرار جامعة تل أبيب بعدم تقديمك أنت الطالب الجامعي طارق طهوة وأيضا الطالب الجامعي يوسف طهوة لجنة الطاعة أي نعم تلقينا هذا الخبر لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا إنه شيء كان من المتوقع أن يحدث وهذا في ظل العديد من الأمور أو الأحداث أو الصفقات التي حاولوا أن يتمموها معنا لكي نتنازل عن موقفنا وكي نعتذر عن ما فعلنا وفي هذه الحالة نحن كنا يقنين أن الجامعة وصلت إلى طريق مزدود الأفق في السبيل القضائي وفي لجنة الطاعة ومن هنا كنا متأكدين ومنذ البدء يعني كنا مصرين أن الموقف الذي اتخذناه لن نتراجع عنه ودائما متمسكون بحقنا في التعبير عن رأينا أينما كنا نعم يعني إحنا نحن نحكي عن حادثي قبل عدة أشهر من الذي مثل الطالب الجامعي طارق طهوة؟ من الذي مثل الطالب الجامعي يوسف طهوة؟ أمام لجنة الطاعة في جامعة تل أبيب؟ من هي الجهات التي دافعت عنكما؟ حقيقة أولا أقدم شكر للطلاب الفلسطينيين داخل جامعة تل أبيب لأنهم فعلا أثبتوا أنهم حاضنة وطنية وشعبية للطلاب العرب وأنهم مع مأسينا ومع ألامنا ومع أفراحنا ومع كل هذه الحالات التي تجمعنا هذا أولا وثانيا أشكر جمعية عدالة التي ترافعت عنها في هذه القضية وخصوصا أخص بالذكر للشكر رفيقة سهير أسعد التي ترافعت عنها في هذه القضية مقابل الجامعة التي وقفت رصينة ووقفة ثابتة والتي مثلتنا بأبها الصور فعلا ومن هنا أبعث لها كل التحية وأيضا طحية أخرى للأهل والزملاء وكل الناس الأهل البلدي اللي سألوا عن هذا الموضوع وإحنا منطمنكم أنه إحنا مستمرون وأنه إحنا على الطريق الصواب ونحن لم نخطئ ولن نعتذر عن ما فعلنا هكذا تربينا وهكذا سنستمر نعم الطلاب الجامعيون في جامعة تل أبيب وأيسا أنا بتسألك سؤال عام بشكل عام لأنه أنا بعرف أنه الكو زملاء برضو بباقي الجامعات هل تشعرون أحيانا بأن هناك تقييد أو تضييق على حرية التعبير عن الرأي ضمن البرامج أو النشاطات ونحن نعلم أن الطلاب الجامعيين والطالبات الجامعيات من فترة لأخرى يقومون بمثل هذه النشاطات أي نعم أخ بلال أنا قد سئلت هذا السؤال مرارا وتكرارا وفعلا أنت سألتني هذا السؤال مرة قلت لك جامعة تعتبر نفسها قمة في الليبرائلية وقمة في الحريات والديمقراطية عليها أن لا تقمع الصوت غير الطاغي في الجامع عليها أن تستقبل الرأي والموقف الآخر الذي يمثل أقلية فلسطينية أصلانية داخل دولة محتلة عليها أن تتقبل هذا الواقع وأن ترفع يديها لأنها حسب اعتقادي عليها أن تستسلم في محاولات كم الأفواه وكم الصوت الوطني وكتم الصوت الفلسطيني الوطني الحر هذه أمور كلها على الجامعة وعلى المؤسسات الإسرائيلية عليها أن تعي أن الفلسطينيين بالداخل غير مدجنون أنهم واعيون ومثقفون كفاية كي يعرفون منهم وما هي أصولهم التالحية كي نحافظ على الهوية طارق بدي أسألك سؤال حتى أنت بشكل شخصي وأيضا سؤال يتعلق بمستقبلكم الجامع والأكاديمي طبعا لا نقاش لا جدال عن حريات التعبير عن الرأي هذا مبدأ أساسي بقوانين أساس حتى يعني في هذه الدولة أنا السؤالي يعني ضمن النشاطات السياسية اللي بتصير هل تقدمون المشورة أو تتلقون المشورة من جهات أنا بعرف أنه أنت أيضا ناشطين في حزب التجمع أنت ناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي هل تتلقون المشورة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بأنه ممكن يكون فيه نشاط معين اللي هو شرعي قانوني ولكن ممكن أن يكون فيه نشاط معين اللي احتمال ما يكونش قانوني والمستقبل الأكاديمي أو الجامعي للطالب أو الطالبة يمكن أن يكون مهدد هل تتلقون مثل هذه المشورة؟ أولا علي أن أقول شيئا أن الشباب إذا كان وطني عليها أن يكون حر إذا أملي عليه فحريته قد كبلت وقد كتم الرأي الخاص في داخله هذا واحد اثنين نحن لم نتلقى تعليمات ولم نتلقى أمور التي قد تكبت آراءنا أو قد تقيدنا نحن نتلقى استشارات نعم أنا مع أن نستشير من هو أكثر مننا خبرة في هذه الأمور لأن هناك من هم لهم باع طويل في السياسة وخصوصا قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي التي واجهت وما زالت تواجه أفضل حملات التحريض والعنصرية والملاحقات الأمنية والسياسية نحن نستشيرهم في ظل خبرتهم التي لهم باع طويلة فيها فلذلك نعم نستشير من هو أكثر مننا خبرة ولا أحد يملي علينا نعم الطالب الجامعي طارق طه طالب لغة عربية ودراسات إسلامية سنة أولى في جامعة الأبيب شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك جميل وينضم إلينا هنا في برنامجة اليوم إبراهيم حجازي رئيس المكتب السياسي الحركة الإسلامية أخي إبراهيم مساء الخير أهلين فيك أنا بدي أبلش معك أستاذ إبراهيم بما أنه أنت أيضا ناشط سياسي وحزبي في الحركة الإسلامية واستمعنا للطالب الجامعي طارقتها في موضوع النشاط السياسي للطلاب الجامعيين أحيانا أيضا يتأثر من الجو العام وأنت تعلم يعني والأب أو الأم لمن ببعثوا ابن على جامعة أو حتى على كلية بيهتموا بمستقبلين يعني بالنسبة له اللقب الجامعي أو الأكاديمي للأب والأم لاستثمار على مدار سنوات هو جدا مهم هل إذا الطالب الجامعي أو الطالبة الجامعية كانوا ناشطين في حزب معين وفي حالة مكان نشاط سياسي فيه دعم لألهم من الأحزاب بتابعوهن بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية أبارك للإخوة بأن توقفت الجامعة عن ملاحقتهم في جامعة الأبيب طبعا هذه الملاحقة لم تكن فيه من قبل الجامعات ودائما كان فيه هناك محاولات أن تضيق الخناق على الطلاب العرب لا أنكر أنه فيه هناك مساحة من العمل قد تكون أحيانا أوسع من المساحة في الخارج لكن في ظل الأوضاع السياسية طالما كان هناك تضييق وكان هناك حملات اعتقال وأيضا أحيانا سمحوا للشرطة أن تدخل إلى الحرم الجامعي وهذا ما يعيب على الجامعات بحيث أنها تتغنى أنها واحة للديمقراطية بالنسبة للأحزاب وعلاقتها في الجامعة أخي الكريم الحركة الطلابية هي العقل والمخ للعمل السياسي الوطني ما لم نرعى هذا العمل فإننا سوف نفقد التواصل في العمل السياسي الميداني والجماهيري وسوف ينقطع هذا التواصل يعني كل القيادات الحزبية اليوم كلها دون استثناء كلها كانت ناشطة في الحركة الطلابية والحركة الطلابية واللادة أنا أتفق مع الأخ الطالب الجامعي الذي تتحدث أن يجب أن تكون هناك مساحة معينة للطالب الجامعي في النشاط والتعبير عن الرأي وحرية الإبداع في العمل الطلابي الوطني لكن هذا لا يعني أن تستغني عنهم الأحزاب والمرجعيات بأن تتركهم وحيدة لازم كل الوقت أن يبقى الدعم وتبقى المشورة والحضن الكبير للمرجعيات الحزبية وكذلك لجنة المتابعة وعلى رأسهم لجنة المتابعة المحامي يوسف مصارو المختص أنت في القضايا الجنائية يعني تتابع موضوعات اللي ممكن أنا يعني قد أستعمل المصطلح اللي يكون فيها تلبيس ملف على طالب جامعة وكان في حالات اللي كانت في جامعات ولن نذكر هذه الحالات أنا السؤالي كالتالي كيف ممكن نخلت دارين عمار يعني من جهة محافظة على حرية التعبير عن الرأي النشاط السياسي للطلاب الجامعيين ومن جهة أخرى نحافظ أيضا على المستقبل المهني والأكاديمي للطالب الجامعي لا شك أنا ما قال الأخ إبراهيم شيء مهم جدا أنه الطلاب الجامعيين هم خلينا نكون البوصلة لكل الشباب هم اللي الطلاب الجامعيين عندنا اللي بمثل كل الشباب واللي الشباب بأيضا البقية بقية الشباب في أغلب الأحيان بتنظر إليهم كالوجه الحضاري للمجتمع فالطالب الجامعي يجب ليس يجب أن يكون له حرية التعبير عن الرأي يجب أن يأخذ هذا القسط من الحرية ولكن أنا أقول لك ما المشكلة المشكلة اليوم نحن في أمام برنامج ممنهج من كل المؤسسات الشرطة والمخابرات حتى يوجد ارتباطك أيضا مع إدارات الجامعات تنسيق تنسيق مع إدارات الجامعات أن يقللوا أو يضيقوا على الطالب الجامعي العربي من ناحية حرية التعبير عن الرأي إذا رأيت مظاهرة لطلاب جامعيين يهود متشددين هناك حرية الرأي لا يوجد لها حدود ولكن عندما طالب عربي يكون رأيه في شيء معين رأي عادي يعني إذا رأيه بما حصل بغزي هناك تكون ملاحقة ونحن نعرف ما حصل مع هؤلاء الطالبين هو ليس أول شيء تائما يحاولون إدارات الجامعات تحاول كبت الطالب العربي وتحاول عرقلة تعليمه وأيضا في حالات التي وصلت أيضا إلى الشرطة وإلى ملفات جنائية فأنا أقول نحن علينا كطلاب جامعيين أيضا توخي القليل من الحضر لأننا نعرف أننا نحن تحت المجهر الشرطة ومجهر المخابرات في موضوع اللي أنا أريد أن أسألك سؤال بقضية الاعتداء على الممتلكات العامة وبيني أسمع رأيك أستاذ إبراهيم في الأمس مواطن تعدى وحطم إشارة ضوئية في مدينة الناصري في منطقة بير الأمير في مدينة الناصري وهذه المشاهد تتكرر في البلدات العربية كيف تفسر ذلك؟ كيف تفسر هذا السلوك؟ وأنا أعرف أن أنت أيضا مختص في علم النفس ناس محلي فقط بنسبة دقيقة على الموضوع الأول نحن دائما ندفع بأبنائنا طلاب المعاهد العليا نريدك أن تدخل إلى الجامعة وأن تحصل على الشهادة بعد ثلاث سنوات أربع سنوات إلى آخرين لكن نريدك أن تتخرج بوعي أكبر وتجربة غنية في العمل الطلاب الوطني حتى تتخرج بشهادتين حتى تكون مؤهل أن تتبوأ المناصب وتكون مؤثرا في مجتمعك بكافة الصعود الميدانية وغيرها ولذلك أقول وأنوه أن هناك نشاط طلابي اليوم حزبي لكن لجان الطلاب العرب بكل أسف نامت منذ سنوات أنا هنا أوجه دعوة عبر هذا الأثير إلى كل أبنائنا الحركات السياسية في الجامعات لا في الفترة الأخيرة نعم ما فيش لجان طلابية يعني اللجنة الطلاب العرب في كل الجامعات تقريبا راحت أو راحت منذ سنوات من المسؤول؟ لا أسباب عدة لا أديش أسأشير للمسؤول ممكن أنه تخصص حلقة وأنا أدعو تخصص حلقة لهذا الموضوع حتى نتناقش فيه لأنه يجب أن يخرج هذا الأمر إلى حيث التنفيذ لا يعقل أن تنام لجان الطلاب العرب منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا وهي التي كانت بوصلة كبيرة وحدث الكثير من المشاهد السياسية في الداخل الفلسطين بالنسبة لما تفضلت أخي الكريم شوف أنا أميز بين نوعين من الاعتداء على الأمتلكات العامة في هناك ممتلكات عامة يظنها البعض أنها ممتلكات عامة لكن هي ملكية شخصية مثلا في هناك صندوق البريد صندوق البريد هو ممتلك عام لكن في كل صندوق واحد هو ملك لشخص فعندما يأتي مثلا شباب بكسر هذه الأبواب الصغيرة حتى يحصلوا على ما فيها من الإي بي ومن غيره هذا تخريب لممتلكات عامة لكنه أيضا اعتداء شخصي في حين أن هناك اعتداء شخصي عام على أملاك عامة مثلا بيجي بكسر رمزور إشارة ضوئية كسر رمزور أو لفتي لمؤسسة عامة أو حتى ضوء أو إلقاء بكل بساطة وبكل عدم اكتراف بأي معيار من معايير لا دين ولا أخلاق ولا اجتماعيات ولا شيء فيلقي بكل ما لديه على أطراف البلدة على فكرة في ناس بتفكر أنه يعني أنك تئذي البيئة هذا أخف من أنك تئذي إنسان لا يا سيدي حتى من ناحية حلال وحرام وشرع أذية البيئة البيئة لن تستطيع أن ترد عليك بنفس الوقت الإنسان قد يرد عليك أذيتها حرام أكبر الآن ما الذي يحصل في مجتمعنا أخي الكريم علينا أن نعيب أن البيئة هي جزء شخصي يجب أن يتحول إلى أولا أن البيئة هي ملك شخصي لي حتى أستطيع أن أدافع عن هذه البيئة ولا يجوز ولا بأي حال من الأحوال الاعتداء لا على ممتلكات عامة ولا على بيئة المحامي يوسف مصارو أنت عارف يعني في البلدات العربية معظمها كمرات يعني في أماكن العامة في حالة توثيق حالة اعتداء على ماذا ينص القانون هناك هذه جناية حسب القانون هي جناية وعندما يعرف من هو الفاعل يقدم للتحقيق في الشرطة في حالات معينة حسب الوضع حسب التخريب فيها إمكانية الاعتقال وبعدها تقدم ضده لها التتهام ومحاكمة عادية العقوبة أحيانا تصل عادة هذه الأشياء تصل بين غرامات والسجن بوسط العمل اللي هو عفدود شروط نعم وفي أحيان أخرى التي تكون تخريب أكبر وتوصل إلى السجن أيضا المجتمع العربي السلوكيات وتختلف في هذا الخصوص موضوع الاعتداء على الممتلكات العامة عن السلوكيات الموجودة عند إخوتنا في المجتمع اليهودي مية في المية أن المشكلة إحنا عندنا من الوسط العربي وأنا قلتها وبعيدها كمان مرة وألف مرة بظل يعيدها إحنا مشكلتنا أنه إحنا بنحب نأذي أنفسنا إحنا ابن الطيبي بحب يأذي بلده ابن الناصر بحب يأذي بلده كل بلد عندنا هذا نفس الشيء المشكلة عندنا أنه إحنا ملكنا الخاص بنحبش نحافظ عليه أنا بقول لك يعني وبتعرف إيه شيء اللي بصير أحيانا على أشياء تافهة انتخابات أنا من هذه العالي أنت من هذه العالي هذه العالي رئيس بلدية من هذه العالي راح حط زرع شجرات ولا عمل حديقة أنا من العالي المضاد بدي راح أخربها على أبراء أحيانا على أسخف الأمور يعني أنا بقول لك صارت حاتي واحد ما وصلوش إشي بالبريد راح حرك البريد يعني إحنا بالطيبة كعدنا عدة سنوات بدون بريد عشان حركوا البريد 15 ثاني شو بتواجب هذا لسياخت فضل يعني قد أتفهم حالة عصبية عند أخ معين أو أخت معينة اعتدى على ملك عام أنه مثلا كان في حالة عصبية ولذلك اعتدى على ملك عام السبب يعود لأنه يظن أن هذا الملك العام من خلاله ينتقم أو يصفي حساباته مع جهة مسؤولة سواء محلية أو قطرية ليس هكذا تورد الإبل الممتلكات العامة هي لنا وعلينا الحفاظ عليها أتفهم الغضب لكن ردت الفعل غير مبررة رمضان مبارك شكرا جزيلا لكم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا عدنا من الفاصل المبادرة لإقامة لجنة لإفشاء السلام في مدينة الناصرة كيف تشكلت هذه المبادرة وكيف تقرأ اللجنة تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية بشكل عام حتى في شهر رمضان المبارك ننتقل بالصوت وصوله مباشرة إلى مدينة الناصرة للتحدث مع علي زطمي ناشط سياسي وعضو في لجنة إفشاء السلام في مدينة الناصرة أخي علي مساء الخير أهلينا أخي بلال أهلا وسهلا نعم أنا رح أسألك عن اللجنة بس دخليها للآخر أنا بدي أسألك أستاذ علي عن موضوع العنف والجريمة وأنا بعرف أنه في لك رأي في هذا السياق وانت يعني لك رأي شو بيقول بيقول أنه أنت بتشوف باحثين كثار وبتشوف أكاديميين كثار وبتشوف أعضاء كنسة كثار اللي بيحكوا عن الجريمة والعنف وانت بشخصك مش مبسوط منهم إذا فيه إمكانية تشرح لي أنا طبعا بحترمهم وبقدرهم يعني بثمينهم عاليا ولكنه هذا الكلام اللي بسمعه دائما في الموقع عندكم في موقع في قناتها نعم نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام من السنين ونحن نسمعه ونفس الأكاديميين المثقفين بدعوا ما فيش غير إدعاء إما ما فيش تربية التربية البيتية أو التربية المدرسية أو الشرطة بتشذيش حالها يعني هذا الكلام ما وصلناش لأي نتيجة يعني أنا واعي حوالي سبعين سنة وإحنا من نفس السياسي وعلى نفس هذا الخط ومش عامين لأي نتيجة يعني بس لش نظن نتابعين هذا الخط ونورث لأبنائنا هاي السياسي اللي متابعينها حاليا ووجع راسي الهين ومستقبلا بيكون شمنية هل هذا من نغير هاي السياسي خليك معاي أنا بس بدي أحدد معاك شو اللي مش مبسطك أو مش مزعجك خلينا على سبيل المثال السياسي الموجودة في القائمة المشتركة أو لجنة المتابعة بدي أنا يعني نحط الإصبع على الوجع إيش هو اللي مش معجبك أنت بالضبط أنا قبل مدي قلت لك أخ بلال لجنة المتابعة هي السكف الواقع لوسطنا العربي كله إحنا يعني حطين أملنا فيها ومنتجين على الله وعليها هي لازم يتبادر لاجتماع لجميع الأحزاب السياسية بوسطنا العربي لجميع القياديين لأئمة المساجد كل واحد تدعيهم لاجتماع كبير ونعمل خطة اللي نمنع العنف أو عاقين خفف منه إما إحنا يعني مش شايفين أنه يعني اللي نطيع العافية بشتغله ولكن ما فيش أي خطة ولا في أي برنامج يعني كل الناس كاعدة بتعاني وسطنا العربي بعاني إحنا كاعدين عايشين في إرهاب عايشين في خوف سوف نخاف من بعضنا البعض يعني من نمشي الناس يتخاف مننا إحنا سوف نخاف من بعضنا البعض فيش عنا لا أمن ولا أمان عسا ذيك أنا بطالب المتابعة والقطرية وكل الكيادات في الأعضاء المشتركة الكائن المشتركة أنه نعمل بجد واجتهاد يعني كيف يستبزير أكليسي بلو مظاهرات على حيفة وعلى تلافيب وبصيحة لازم كمان العنف لازم من أي شخص بنكتل في وصف العربي في أي بلد في أي مدينة لازم نشوفهم ويجوا ويعملوا خيمة اعتصام جنب الشرطة جنب مركز الشرطة يعملوا خيمة اعتصام يعني أنت بتشوف ثلاث أيام تعزي الناس ببيوت نعم أستاذ علي وكمان جنب مركز الشرطة حتى تعمل شغلة يعني أنت بتشوف أنه في تقصير من قبل قيادة الجمهور العربي بموضوع معالجة الجريم والعنف حسيسين مقصرين أستاذ بلال في طيارة ما سمعتشو حكي الطيار فوق عندنا بالناصري سمعني إسا أستاذ علي سمعني وإسا عيد كمان مرة أنه الطيارة طيب حلو أنا سؤالي لإلك أستاذ علي أنه أنت يعني حسب رأيك قيادة الجمهور العربي وانت ذكرت القطرية المشتركة والمتابعة مقصرة يعني فيه تقصير بموضوع معالجة الجريم والعنف في البلدات العربية أنا يعني بلومنش بس أنه بدنا نشوف يعملوا يش جديد يعني قبل الثلاث سنين عملوا مؤتمر وقبل شهر عملوا مؤتمر في الطيبة وبين الثلاث سنين هذا المؤتمر والتاني ما يعني ما عنوش نتيجة ولا أخذوا قرارات ولا خطط ولا برنامج عمل شو لعد إيش الناس كل يوم بموت عنا كتير كل يوم من في الشخص بموت يعني كله عنا ما فيش أي طريقة نعم مش عامين إيشي يعني بالمؤتمرات اللي عملوها بالمهرجانات اللي بملوها نفس الإخوي اللي بيقعدوا على المنصة نفس الكلام يعني كل ما يصير الاجتماع كل ما يحكوا يعني صلنا عارفين شو من يحكوا نعم أستاذ علي وعلي نعم وعلي تشكلت مبادرة في مدينة الناصرة إقامة لجنة لإفشاء السلام في المدينة مظبوط أقمتوها للجنة نعم نعم إحنا كم أخ يعني عقدنا جلسة قبل إسبوعين وإسا على شأن إفشاء السلام إسا أجلناها بعد شهر رمضان شأن نعمل برنامج عمل وإحنا بننمشى إنه هاي يكون لجنة تسامح محبة احترام نعم نتجول بين الناس ونكون نقفشوا السلام السلام عليكم مرحبا كيف الحال نفوت على المدارس على روضات الأطفال ونطلب منهم إنه يعني إنه نبعد عن هاي الأشياء نرجع على عاداتنا العربية الأصيلة عاداتنا العربية الأصيلة اللي هاي الشباب جيلي اليوم بعرفهاش هي المحبة والتسامح والاحترام المتبادل وحال المشاكل بالتي أعسن بطرق السليم بدون عنف ولا عربة نعم أستاذ علي زطمي الناشط السياسي وعضو لجنة إفشاء السلام رسالتك كن متأكدا أنها وصلت لقيادة الجمهور العربي شكرا جزيلا لك وبرضو أستاذ علي انت مدعو هنا للاستوديو في برنامج هذا اليوم دائما يعني الرأي والرأي الآخر شكرا جزيلا لك شكرا علينا أخ بلال إن شاء الله بنزورك إن شاء الله نعم وننتقل لموضوع آخر الكاتبة والمربية حياة بلحة أبو شميس من يافا تطلق مشروع نتقاسم معا برمضان حول المشروع والأجواء الرمضانية في يافا معي هنا حياة بلحة أبو شميس وهي مربية وكاتبة من مدينة يافا أخت حياة مساء الخير مساء النور رمضان كريم رمضان كريم تسلمي شكرا لإلك ونبدأ إذن مبادرة مشروع نتقاسم معا برمضان ما هي أعمدة هذا المشروع نتقاسم معا في رمضان الهدف منه الهدف من مشروع نتقاسم معا في رمضان هو جمع الناس بجميع أطيافها بمحل اللي كلهم حبة وإخاء وترحيب في الجميع وهذه المبادرة يعني السنة الأولى ولا كان في مبادرات في السابق في داخل يافا هي الأولى في يافا وأنا كنت اللي بفكر في الموضوع اللي سنتين أخدت الفكرة من الضفة وبالأساس من مدينة الخليل اللي صح إنهم على شكل كتير أوسع وإحنا على أضيق لكن الخليل معروف بالبلد الذي لا يجوع فيه أحد وتنقلت بعدين تنقلت بعدين لنابلس ولبيت لحم يعني فيه بالضبط من أخوتنا بالضبط فكل وقت روادتني الفكرة إنه نعمل عمل خير فيه معاكي شركين أو شركات في هذا المشروع المتبادرة مظبوط إنه هي إلي لكن التنفيذ والتخطيط والتفكير وتحسين الفكرة نضموا ناس من يافا ومن خارج يافا للدعم إما بالدعاء إما بالفكرة تحسين الفكرة إما بالتطوع بداخل البيت طب برضو الإشي بده يعني بده الجانب المادي فيه حدا اللي بدعمك مش المفروض تكوني لحالك أكيد طيب فيه دعم المشروع المشروع نفسه مبني على الدعم الدعم المادي لأنه أنا إنسان شخص واحد وحتى الناس اللي موجودين معنا هم الناس عاديين مش أصحاب رؤوس أموال لكن مجرد ما أنا اقترحت الفكرة التجاوب والتسابق للتجاوب كان كبير والحمد لله الناس بس بتتسابق تيجي تدعم يعني بالزبط قبل ما أفوط هلا واحدة بعثتت لي إنه بوكر بده تبعت كمية معينة شط الحوم يعني فيه كتير ناس مثلا تيجي بتجيب تحلى يقطى يفزل بيا تجتمع مع بعض مني جتمع مع بعض تقريبا تصل لعدد أفراد المجموعة يوميا تقريبا 50-60 50 عندك بحديقة بيتي بحديقة البيت يعني كل لين يعني كل يوم لا مرتين في الأسبوع يوم تنين واربعة ومجموعة نفسة ولا بتتبدل مثلا فيه تقريبا 10-15-20 واحد اللي هم ثابتين البقين بروحوا بيجوا ناس اللي يعني يعني إنتي الدعوة عامة ولا شو دعوة عامة جدا لكل أهل يافا لكل أهل يافا ومن بريت يافا يعني البدوا أهلا وسهلا فيه والإفطار بنور بيجي عنا إحنا منحضر الإفطار في البيت منبدأ تقريبا بالساعة حتى تنتين لأربعة الدهريات لحد ديت الساعة سبعة ونصف فيه ناس منعمل الأكل عنا وزي منحلة زي منحلة منحلة هيك إيجابية اللي فيها كتير خلية تنحل خلية تنحل الكل بيشترل بيتطوع وبيساعد فمنحضر الأكل وبعدها فيه ناس مختصين برضه متطوعين اللي وزعوا الأكل على البيوت أو فيه عائلات اللي بتيجوا عنا على البيت وبتأخذ الأكل بتلاحظ أنه فيه شباب وصبايا اللي بيجوا فيه يعني هذا إيجابي جدا أنه الشباب والصبايا في عندهم روح التطوع والعطاء والمحبة وكمان الأجواء هناك نقول فيه نشيد طلوقت رمضانية فيه الخناطي فيه صهرة ما بعد الفطور بتكمل عندك ولا إفطار كل واحد على بيته لا هي عند الإفطار وبعدها كل واحد عنده عائلته فلحديد الساعة سبعة سبعة ونص الكلب وإحنا ما نفطر مع بعض يمكن هذا التقدم للسنة الجاي لأنه إحنا إن شاء الله مفاكرين أنه يكون المشروع سنوي ممكن للسنة الجاي يكون هذا التقدم طيب وإنتوا خلال هذه الفترة بتحضير للإفطار بتتم مثلا ماشئ هاي على فكرة فعالية اللي فيها تماسك اجتماعي لحم اجتماعي حتى بين أبناء وبنات مدينة يافا بتفكروا مع بعض بعصف ذهني عصف فكري معين بمشروع اللي ممكن يطلع ويعرض على المجموعة وتعالوا بنا نشتغل عليه ممكن إضافة طبعا في تخطيط معي في أنا إنساني ومبين الناس اللي معاي أكيد عشان هيك هم موجودين هناك وفي ناس مش موجودة بس يعني لا أسبابها الخاصة وطبعا أنا بحتم في الناس عندها مشغولة في ناس في عندها ظروفة خاصة بس في تخطيط إن شاء الله ممكن يعرف شو الإنسان تماع لا لا مشغولة مشغولة هو عطاء هو مش طمع طمع إيجابي طمع إيجابي اللي الكل بيفكر إيش المشروع الجاي بدنا نبلور الفكرة إن شاء الله لأنه إحنا من البداية فكرنا على إيش اللي هو في تخوف منه نوعا ما اللي إنت بتروح نقول بتحضر أكل بتعرفش لقديش ناس بتتوقعش أديش في عائلات وعلى فكرة كمان أنا بأخد أكل اللي للدار واللي بيشتغلوا كمان لأنه هي زي ما أنا زكرت هي مش للعائلات المسطورة لكل العائلات وكل الفكرة شاءت المشروع هي كانت لسببين الشائنة يكون أكتر عام ليافة أو للناس اللي بيجوا عيافة إفطار صائم وفيش عنده وليقول في من خارج يافة اللي بيجوا آه عندك على البيت أجوا يعني على الحديقة وإفطار في ممكن يجوا يأخذوا أو إحنا ممكن نودي لهم في يعني من يافة ومن بريد يافة من حدود 48 وفي كمان من الدفة اللي يعني هذا جزء هذا اسمه إفطار صائم لكل إنسان اللي هو بيلاقي حاله ولما هو بيجي إحنا بنستقبل لهم باستقبال كتير إيجابي اللي وحلو بمحبة لأنه هذا الهدف في مثلا إحنا من خلال المدرسة في يعني معلمات يزيدون خير ولنذكر أن أنت مديرة مدرسة آه أذكر المربي ومديرة مدرسة الأخوة في يافة مدرسة الأخوة في يافة اللي بيقوموا بيجمع طرود من قبل طلاب ومن قبل كمان من المعلمين ومن الناس خير بس التفكير كان إنه نوسع ما نلغي اللي موجود في المدرسة بس كمان نوسع المشروع لأكتر عام والإشاء التاني إنه دايماً منسمع الإعلام بشكل عام بيهتم إنه يبرز الأمور السلبية لا أنت شايفي شو عادين من الإعلام لا أنا بقول شكل عام آه أنت شايفي شو ما تساوي وما أنا ما حددتش الإعلام العربي أول بس الإعلام عادةً بيحاول عشان يخد يعني يجذب الناس فبيروح على الأمور السلبية لا لا نحن نحب الأمور الإجابية عشان هيك نحن نشد على إيديك نعم نعم الله يعطيك العافي لأنه يافا الخير كل مدننا يعطيك العافي وسلام ليافا ولأهلنا في يافا حياة بلح أبو شميس المربية والمديرة والكاتبة من يافا شكراً جزيلاً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً نخرج الآن لفاصل من ثم نعود نواصل الموضوع قضية أخرى وسنكون مع مجموعة من الرسامين والرسامات من منطقة الناصرة ومن الشمال كونوا معنا نعم عدنا من الفاصل المنتخب المصري أعلن بناء على إعلان المنتخب المصري أن اللاعب محمد صلاح سيكون ضمن تشكيلة الفريق في مونديال الفين وثمانية عشر والذي سينظم في روسيا فلنشاهد هذا الفيديو القصير معا جولتنا مع كرة القدم حيث قال محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر إنه واثق من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال خسارة فريقه الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ريال مدريد في نهاء دور أبطال أوروبا يوم السبت وفي تغريدة بحسابه على تويتر يوم الأحد قال صلاح الداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إنه رغم كل الظروف فإنه واثق أنه سيكون في روسيا في كأس العالم نعم إذن نشاطات لرسامين ورسامات في منطقة الناصرة خلال شهر رمضان المبارك أستضيف معي هنا في برنامج اليوم الرسام سليم الرسام والفنان سليم سعدي الرسام والفنان ليلة حجي من مدينة الناصرة والرسام والفنان نجي يسيم من مدينة عربي أهلا وسهلا بكم أهلا فيكم بلش معاك أخت ليلة إذن فيه نشاطات لا للفنانين والفنانات حتى في الناصرة تفضلي شو النشاطات أول شي في عنا ندوات ندوات ثقافية لكن بالنسبة للرسمين ورسمات كل واحد ممكن يأخذ الإشي بشكل شخصي أكثر منه أكثر جماعي بالنسبة لي أنا ابتدأت برسمة المسحراتي بعجبني المسحراتي فحبت أستحضر المسحراتي للرسم فهاي كانت رسمتي فكمان بالناصري في عنا مشروع يعني مركز محمود درويش في عنا مشروع للرسم بس إسه برمضان بخفة شوال بسبب الصيام والتعب يعني التعب يؤثر على الفنانين والفنانات بيكون الإصدار أكثر بساعات لما الواحد بيكون عنده طاقة ميكل فهذا الإشي بأثر على الرسم وهذا بيكون الإشي أكثر يعني بطيء بهذا الشكل شخصي نعم ومعانا مرضو الفناني والرسامي ناجي ياسين وانت رئيس التجمع الفنانين والفنانات حول العالم فيه إشي من هذا النوع ناجي ياسين من عرارة البطوف رئيس التجمع الفنانين حول العالم هذا التجمع أسسناه تقريباً من عدة شهور بسبب أنه كنا بأكثر من تجمع كنت منصقة لأكثر من تجمع وعن بلاحظ شغلة أنه الفن صار مش أكثر من تجارة وإحنا كفنانين منتعب عندنا إحساس صار تجارة؟ تجارة لأنه صاروا يشتغلوا بالفنانين يجيبوهن ومجرد يعرضو لهن لوحاتهن بدون أي احترام لا لا الفن ولا الفنانين ولا مش مهم الفنان شو هو شو مستواه مهم يتاجر فوهن يربحوا بالآخر فالصراحة كثير أمور أنا أعطلت عليها أنا منصقة ومعالجة بالفنون وفنانة تشكيلية فقررت أنه أعمل تجمع وتوصلت متعد مع عدة أشخاص في أكم فنان من العالم موجود بارد تجمع لحد إسم معانا مئة وستين إحنا الدعوة نزلناها بس قبل شهر لأنه الحمد لله إلي اسم عالمي ومعروف وصار في مصدقي ومعروف إن أنا إنساني صادقا بتعاملي وأهدافي واضحة فلاق الإشي إقبال كدير كبير فاشترك معانا مفنانين من جميع أنحاء العالم أغلبهم دكتوراه بالفن يعني أسادي الجامعة هل هناك تجارة بالفن أستاذ سليم بناءًا على تجربتك هناك في بعض الأشخاص إنني يعني تحزبي يعني أحزاب ومعينين بنتم ولا أحزاب معينين اللي بيستغلوا الفنانين ويستغلوا مشوار الفن والفنانين من أجل أغراض شخصية وسياسية لا إلهن ما بعتوهن الدعم اللازم وإن الفنان يصل للمطلوب اللي بديه فأنا بحط إيدي عائدها وبوافق على كل كلمة بتقولها لأن أنا انتمست أنه في الآخر فيه إشي من الشكل نعم ست ليلى أنا معرف برضو أنت ممرضة ومشاء الله ودائما استضفناك على مواضيع اللي هي طبية وصحية كيف ممكن نقوي نعزز من مكانة الفنانين الفنانات الرسمين والرسمات ونمنع إنه يتم استغلالهن وأنا بحكي الآن عن مجتمعنا العربي أول شيء ممكن الواحد يشتغل على بناء جمعية أو بناء الجسم اللي هو الجسم يحوي الفنانين ومنهن يقدر يساعدهن يقدر يطالب بحقوقهن ويقدر يوجههن للطريق الصحيح فحتى أنا لو كنت ممرضة فما بمنع إنه الواحد يكون فنان كمان وممكن يتطلع لأنه الفن هو حياة الفن هو أسلوب حياة اللي ممكن الواحد يمشي فيه أساس إحنا نحافظ على الفن نعم إحنا بدنا نشتغل صح إحنا بدنا أول شيء نتعرف على الفن الصحيح ندرس الفن الصحيح ونشتغل أكتر نأخذ فكرة جديدة ونشتغل فيها طب هنا برضو بدي أتواصل أنا مع الأخت ليلى أخت ناجيه من لحظيش إنه الفنانين عندنا مجتمعنا متكتلين يك مع بعضين البعض مع إنه فيه نهضة صحوة فنية في الفترة الأخيرة في البلدات العربية لأنه للأسف للأسف الغربان دي غربي الفنانين الحقيقيين اللي عندهم موهب وعندهم حس حقيقي بيكون عندهم أخلاق بيكون عندهم دوق بيكون عندهم رقيب تعاملهم فهذا الإشي صار أي حدا بيفكر حالو خير بشو صار رسام أو صار فنان اللي أنا موهب عندي اللي تقريباً ١١ أو ١٣ سينة مخالصة علي من رسم فأنا بقول شغلة واحدة الشخص اللي مجرد يجي يرسم فيه فرق بين رسامه وبين فنان رسامه اللي بنقل أي صورة قدامه فهون ما بتقدر تقدر تعتبره فنان فلان هو اللي بيجي بيبدع إشي بساوي إشي مش موجود إشي هو حس فيه ابتكار فهون اسمه فن فالرسم إشي والفن إشي بتوافق بقضية إنه إنه صار فيه الفنان راقي الرسام صار فيه ضرب شوي لهذه الموهبة هذه الهواي هذا الفن بتوافق عشو حكتون بكل تأكيد لأنه كمان عنا كانت إحنا كشعبنا مضطهد وحرم من حقوقه وصلب من كيانه ما عم بيعطيه الأشياء اللي يتوضح الصورة للعالم موقعه زي مثلا أنا رسمت أخي اللوحة كانت إلي لفادي أبو صلاح ورسمت داخل اللوحة طفل حامر غيف الخبز ورغم الحرائق اللي وراء الخلفية تبعتها بس هي بتدل إنه في ناس شعب محاصر بده خبز بده يوكل جعان يعني ما عم بنقله الأشياء المواطن اللي بحس فيه الأشياء اللي بتمس ضميره أحسيسه مشاعره مش عم بنقلوها بالطريقة الصحيحة وسلمها بلتجوا بس إذا وطلقوا للمديات والتحذب والشياء شكرا جزيلا لكم رمضان كريم وداما فنكم وفنكن راقيا يا رب في داخل المجتمع العربي شكرا جزيلا لكم رمضان كريم إلى هنا لونهي برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية لببث حي ومباشر أطيب الأمنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل محرر رئيسي لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي مخرج قناة هلا ساري جابر مدير التسويق في قناة هلا سامي جابر أعزائي أعزيزاتي كان معكم بلال شلاحة رمضان كريم نلتقي بأمان الله موسيقى 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 موسيقى